انابا سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية انابا سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة لافتتاح فعاليات مدينة شباب 2030 في نسختها السابعة التي تنظمها وزارة شؤون الشباب والرياضة بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي تمكين وبهذه المناسبة اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على حرص المجلس الأعلى للشباب والرياضة على التنفيذ التوجيهات ورؤى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لتدريب الشباب البحريني وتأهيلهم للانخراط بسوق العمل المحلي والذي يتطلب تزويد الشباب بمهارات كبيرة واحترافية مشيرا إلى أن مدينة شباب 2030 تؤكد على التوجه القائم في المملكة من أجل تدريب الشباب البحريني والتعاون الوثيق بين جميع القطاعات من أجل تهيئة الأرضية المناسبة أمام الشباب للدخول في سوق العمل بكل ثقة وقوة وأكد سموه بأن مدينة الشباب ومنذ انطلاقتها ساهمت في إزالة العديد من الحواجز أمام الشباب وأعطتهم القدرة والكفاءة العالية للانخراط في سوق العمل مشيرا سموه إلى اهتمام مدينة الشباب بإعداد وتأهيل القيادات الشابة منذ الصغر والعمل في السنوات الماضية وبصورة متكاملة مع شريكها الاستراتيجي تمكين وأشار سموه إلى أهمية تنمية القدرات القيادية لدى الشباب وتوجيههم نحو الطريق الأمثل لصقل مهاراتهم واستغلال طاقاتهم ومواهبهم مضيفا سموه إلى دور الشباب الأساسي في تحريك مختلف قطاعات العمل ومؤكدا على الدور الذي تلعبه مدينة الشباب في تعزيز دور الشباب في خدمة المجتمع وتشجيعهم على إعداد أنفسهم لسوق العمل والانخراط في بيئة المؤسسات الحكومية والخاصة بحماس الشباب ورغبتهم في التعلم والتمييز والعطاء انطلقت مدينة الشباب 20-30 بحزمة من البرامج المتنوعة والمتميزة في نسختها السابعة والتي تنظمها وزارة شؤون الشباب والرياضة بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي تمكين تم افتتاح المدينة في نسختها السابعة والحمد لله طبعا عدد البرامج في تزايد عدد المشاركين والمقبلين على البرامج في المدينة متزايد وهذه طبعا يعني احنا نفتخر وهذه بسبب نجاح النسخ السابقة في المدينة في العديد من البرامج اللي احنا اضفناها هذه العام برامج جديدة وفي العديد البرامج اللي طورناها في السنوات السابقة كذلك هذا العام عندنا بعض الزائرين من دول الخليج للاطلاع على تجربتنا يعني اصبحت المدينة نموذج يحتذا به مثل هذه الشراكة يعني او تبلور نجاح هذا المشروع الصراحة ابتلت في 2010 الى اليوم ابتلت بفكرة بسيطة جدا طبعا عدد البرامج كانت قليلة جدا بس يعني اهمية المشروع تكمن في وضع البحريني او الشاب البحريني ورفضه بالمهارات والخبرات اللي يحتاجها على اساس يكون الخيار الامثل لسوق العمل طبعا هذه هدف استراتيجي بتنكين الارتقاء بالبرامج المطروحة في المدينة يجذب الشباب للمشاركة فيها خصوصا وانها تقدم 81 برنامج متقدما لمختلف الفئات العمرية لتدريب الشباب البحريني بصورة علمية حديثة تتفق مع المتغيرات الحاصلة في سوق العمل والنقلة النوعية التي يشهدها هذا السوق في ظل المتغيرات الاقتصادية الحاصلة في العالم والتي تتطلب تدريب الشباب وتهيئتهم لمواكبة تلك التغيرات ومسائرتها نقدم برامج حق مختلف الأعمار عندنا الفترة الصباحية الأطفال نقدم لهم برامج من خلال برنامجين برنامج في إعداد القادة برنامجين هذه البرامج تساهم في تطوير شخصيتهم وكسبهم مهارات تساعدهم على توازن اجتماعي السبب اهتمامي في المشاركة في مدينة الشباب هو تحفيز الشباب البحرينيين كونها كمدينة شباب عمرها سبع سنوات فيهم عديد من البرامج يعني شاء البحريني يلقى مكانه هنا السبب اللي يخلينا كل سنة يكون موجودين في المدينة اهو مشروع المدينة بحد ذاته مشروع المدينة يجمع شباب مختلفين في مهاراتهم مختلفين في أفكارهم في مكان واحد يعطيهم الفرصة انهم يتبادلون الخبرات يتبادلون المهارات دخلت مركز عداد القادة وعندي نقاط ضعف واتمنى ان اطور نقاط ضعفي وكون قدوة لكل شاب بحريني هاي اول تجربة لي في مدينة الشباب شاركت فيها بالسمعة الطيبة اللي شجعتني اني ادش واسجل عشان اغير مهاراتي اغير شخصيتي للأفضل عشان اكون خير سفيرة الديني والوطني البحرين الهدف هذا ان يكون تبادل الخبرات من بين دولة الامارات العربية المتحدة ومن بين مملكة البحرين الشقيقة طبعا من دواعي سرورنا ان يتم ارسالي لهاي المدينة ونشوف مجهود المملكة ومجهود الوزارة في الارتقاء بمستوى الشباب وتحقيق رؤية عشرين ثلاثين مراكز المدينة الاربعة تطرح حزمة من البرامج المتميزة على مستوى عداد القادة والعلوم والتوكسونوجيا والفنون والمركز الاعلامي يقدمها عدد من المدربين تم اتهيئتهم للتعامل مع مختلف الفئات العمرية بالمدينة خول اللي جرينيس لبركة الاخبار تلفزيون